شو أحسن نوع سمك نتناوله؟ السالمون ولا الفيلة؟ خلونا نعرف السلام عليكم ورحمة الله كيفكن يا جماعة شو أخباركم شو عاملين؟ إن شاء الله بخير محمد منافد وفايبو كوتش أهلا وسهلا فيكم بفقرة جديدة من فيديوهات أسئلة المتابعين أسئلة المتابعين هي الفقرة اللي باخد فيها أسئلة حضراتكم وحاول إختار الأسئلة العامة والشاملة مشان وقت اللي يجاوب علي أكبر عدد من الناس إن شاء الله تستفيد خلوا أسئلكم في التعليقات ولو بتشوفوا سؤال بالتعليقات مهم لإلكم ساولوا لايكات وعملوا له بوست خليني يشوفه خليني يختار وقدير جاوب عليه مشان أكبر عدد من الناس تستفيد إن شاء الله سؤال اليوم أو فيديو اليوم هو عم هو استفسار على أفضل نوع سمك كان السؤال من الأخكة التالي إنه كابتن يترى قبل البطولة فترة التنشيف قبل البطولة هل الأفضل هو سمك السالمون أو الأفضل هو الـ White Fish السمك الفيلة الأبيض تمام ومشان جاوب على هالموضوع يا جماعة لازم نعرف الفرق بين الاتنين أنا بدي أختار شغلة هاي منيحة هاي ممنيحة لازم أعرف الفرق بين هاي وهاي وأعرف كيف أختار فلذلك مشان نشرح لكم الفرق بالضبط رح أجيب لكم العناصر الغذائية أو السعرات الحرارية أو العناصر الغذائية خليوني يغضوا نظر عن السعرات للسمك السالمون وسمك الفيلة سمك السالمون يا جماعة أنا حطيت لكم بالمثال 100 جرام سالمون جاهز للأكل مطبوخ مشوي مطبوخ أتوقع كان جاهز للأكل عبارة عن 100 جرام سالمون يلي بتذكروا كانت بحدود 230 سعر حرارية لل100 جرام الواحد وفيها تقريبا 26 جرام بروتين و13 جرام دهون أما بالنسبة لسمك الفيلة فكان نفس الوزن 100 جرام تحتوي على 90 سعر حرارية فقط يعني أقل من النص 90 سعر حرارية و16 جرام بروتين و3 جرام دهون فقط فإذا كمية السعرات الحرارية كتير واطية أقل عن السالمون وكمية الدهون كتير واطية أقل عن السالمون وكمية البروتين كمان أقل شوية عن السالمون طيب أنا كيف بختار لأنه كمية البروتين هون ما رح تفرق عندي كتير بصراحة أنا وقت اللي بدي مثلا زيد بروتين ممكن أخذ 200 جرام وايت فش السمك الفيلة ممكن 300 جرام إلى آخره فأنا بكون عم بحصل على كمية البروتين يلي بدي إياها في الوجبة الوحدة تمام فإذا الموضوع مو موضوع بروتين ولكن خلونا نطلع على العناصر الغذائية التانية وخصوصا الدهون وعامل تاني يلي هو السعرات الحرارية إذن أنا هالعاملين هدول يلي رح يحددولي كيف اختار أنا عندي مثلا باليوم خلينا نقول 50 جرام دهون أو 60 جرام دهون وخلال اليوم أنا الوجبات التانية اللي عم باكلة من الصبح للمساء عم تغطيلي خلينا نقول 40 سعرات حرارية خلينا نقول 40 سعرات حرارية وعندي في اليوم كلاته أنا المفروض أني أكل 50 جيت خلصت 40 سعر حرارية باقي عندي 10 تمام فإذن هالعشرة هاي وقت اللي أنا عم باكل 200 جرام سالمون مثلا الميتين هدولي فيهم 16 أو 13 فيهم معناتها 26 جرام دهون معناتها طلعت عن احتياجي من الدهون معناتها صرت أخذ دهون أكتر من احتياجي تمام إذن برجع بعيد أنا خلال اليوم عندي 50 جرام دهون على سبيل المثال خلال اليوم من الصبح للمساء أكلي غطالي 40 وباقي عندي 10 وآخر وجبة بالليل مثلا خلونا نقول آخر وجبة بالليل عندي 200 جرام سالمون مع بروكلي مع whatever أوكي فبيجي باخد الميتين جرام سالمون هدولي بوم طلعت صار عندي 26 جرام دهون 26 وهون عندي 40 صرنا 66 جرام دهون إذن طلعت عن احتياجي اليومي من الدهون معناتها السالمون هون عطاني بروتين أكتر من السمك الأبيض أوكي مو مشكلة ولكن عمل لي زيادة في السعرات الحرارية اللي جاية من الدهون العناصر الغدائية اللي هي الدهون زادت بسبب أنه السالمون فيه فات أكتر فإذن بهذه الحالة أنا بدي روح على الويت فش بروح على السمك الأبيض باخد مثلا 300 جرام سمك أبيض بوصل لنفس الكمية من البروتين ومع هيك بكون ب300 جرام السمك الأبيض لنا المية فيها 3 جرام معناتها 3 و3 و3 تسعة بيصيروا 9 جرام دهون معناتها 9 جرام دهون والأربعين اللي أنا ما أخدهم خلال اليوم بيصيروا 49 لساتي أنا تحت الـ 50 جرام دهون فإذن لسه أنا ضمن الاحتياج الطبيعي تبعي بعرف أنه أرقام كتير وبعرف أنه الحسبة بجوز تكون صعبة عليكم نحن يا جماعة أنا بشتغل بهذا المجال من زمان فالأرقام صارت سهلة علي والحمد لله رب العالمين تعلمتها لو حابين لو شايف أنه الأرقام والحسبات صعبة عليك توصل ماي على الإيميل أنا بعمل تدريب أونلاين بعمل هالأمور هاي كلها تبقى تصر عليك إذا حابب أنت تتعلم هالحسبة هاي ممكن تلاقيها في جوجل أو ممكن تستخدم بعض البرامج أنا عادة عم بستخدم ماينت ديري هالأرقام اللي بتلاقوها هون كلها تموجودة في ماينت ديري أو بتلاقوها في فتنس بال أو بتلاقوها في أي برنامج تاني بيعمل نفسها الأرقام هاي نفسها الحسبات هاي المهم يا جماعة هاي هي الفكرة من الفرق بين السمك السلمن أو سمك الأبيض فإذا الموضوع ما في إنه هاي أحسن من هاي أو هاي أسوأ من هاي الفرق هو كلها عبارة عن كمية السعرات الحرارية بالإضافة لكمية العناصر الغدائية يلي موجودة بكل واحدة من هاتينتين تمام يا جماعة بتمنى الفكرة تكون وضحت مشكورين على المتابعة نشوفكم بالفيديوهات الجاي إن شاء الله وبالتوفيق